الخبر أول عدنا عن نورستار ووصول حسابها بالإنستجرام لـ 12 مليون متابع في إن شاء الله ألف مبروك أقبال 20 مليون يا رب وطبعا لتتسن يا حبايب أن تباركوها بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي ننتقل حالياً موفلوكس وتأكيد أنه فعلياً يحب نارين بيوتي ويغار عليها السبب حب إلها في الخصة كلها بدأت يا حبايب بالاسم المتابعين الذين يعرفون أن نارين بيوتي هي معجبة أو نمعنا ما مكرشها على واحد مشهور اسمه مالومة يا حبايب مشهور كل شيء أجنبي في نارين نزلت هذه السبب طبعاً هي صورة فوتوشوب يعني صورة محققية من أعساس هي لازم يأييد مالومة وقاعدين نتاتهم بالسيارة هو يلابس جاكت أحمر فونفوكس دي يا حبايب سيب حب إلها وسبب أنه يغار عليها فعصلاً بنزل هذا السبب إذا كانت يحجي بيهون نارين ويقول أنه يلابس جاكت أحمر فأنه محلو مثل مالومة ونزل هذا السبب يقول هذا الشكل فقط أشوف مالومة لأنه يحب في غارب عليها فأكيد يا حبايب فعلي أنه يحبها ويكون علاقة ممكن بيناتهم لا أدري الصراحة سأعطيكم للسيارة مالتهم توقف لأنه نشرت صور مالومة وكان لابس جاكت أحمر فرجينا شحي ليكم وش اكتبنا بلكومنتات يا حبايب هل توقعون بالفترة الجاية يمكن يعترفون بحبهم البعض أو لا ننتقل حاليا اليارمار والأستوريات الغريبة التي نزلتها بالنسبة الأول شي يا حبايب فطلت شوية إشاعات النوعا ما يارمار والنورمار حاليا هم يشتاقين لبعض ويريدون رجعون لبعض البداية من نورمار يا حبايب عندما نزل هذه السورة على حسب الإنستجرام اللي لو تلاحظون داخلنا الواضح أنه يبطي يعني نوعا ما هو زعله ليس شيء معين ويبطي بعد نزل شوية أستوريات يحكي بها عن الاشتياق ونزل بك شوية أستوريات حزينة يعني وقاعد يغني بها حسب نفتهمت من الكلمات الأغنية يعني الصراحة أنه هي كلمات حزينة وأنه يحاول نوعا ما يشتاق اليارة بعد نزل هذه السورة يا حبايب لما تلاحظون بالخلفية أنه مشغل فيديو في لوق الغابي وهو فيديو قديم كان بيارمار أما بالنسبة اليارة يا حبايب فهي منزلتها على حسبها بالإنستجرام شوية أستوريات هم تحطي أغنية حزينة والسورة الثانية كانت تتحدثي إذا هي ممكن تسامح شخص غاضب حقا قد ممكن أسامح فممكن أن يتسامح نور مارا كلها مش وعادي وما أحجب نصدير شخص شو عامل لي إذا كان عظيم كثير 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 كد لا ولكن إذا كان شي عادي فائح قدر صراحكم للكومنتات شون توقعاتكم من موضوع وبعد نزلت هذا السورة يا حبايب كانت يسئلوها إذا ممكن هي تدخل فريق معين أو لا شوفوا السورة أبداً ما هي أكمل لحالي وأنجح لحالي والبعدة يا حبايب سألوها إذا هي سنجل أو اللي ها أشوفوا السورة سنجل بائس حزنية أفكرة بالعكس كثير من بسيطة والبعدة يا حبايب وضحت أنه هي بالفترة الماضية هي تشاهدت بالمستشفى ولكن محبة تقلنا على مدمنة خاف عليها فأليش فيها يا رب مشالمة بها اللي عافية ومشاهدت لدرجة أني أعادت بالمشفاس ما أردت أحكي لكم هذا الشيء اللي عم بحكيه وهذا السورة الأخيرة يا حبايب نوعاً ما أشخاص يقولون أنها تقصد نوعاً ما قمر طاي لما أسألوها أن أنت مغرورة قالت أنها يثقة بالنفس ولكن بطريقة نوعاً ما استهزاء والتي تقصد أنها قمر طاي فنشوفون يا حبايب فعلي قمر طاي هي مغرورة ولا أشوفوا لكم اكتبوا للكومنتاج وشوفوا السوري أنا مغرورة هذا ما اسم مغرور هذا اسمه سيكبر النفس أسألو يا حبايب لنوصلنا إلى هذه المقطعات، من المقطع أجابكم الذي لم أشاف المقطع الماضي، دخلوا على القناة ونرى وإن تجاهكم في الزيادة مقاسم لك للخصص، أحبكم، ضعوا لايك، ومع السلامة